شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارس الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين وألقى اللواء أركان حرب وليد حموض عوض مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير منظومة العمل المعنوي والنفسي بالقوات المسلحة مشيرا إلى أهمية البحث الذي يتناول منظورا علميا متكاملا لكافة جوانب الشخصية المصرية وصولا لأعلى مستويات الروح المعنوية وتعميق معايير الولاء والانتماء لدى الشباب المصري شارك في أعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسية والاجتماعية وانتهى البحث بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من خلال رؤية معتمدة على الأسس العلمية المدروسة لتطوير الشخصية وبما يحقق المردود الإيجابي لمتطلبات المرحلة وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مقدما الشكر لإدارة الشؤون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث مؤكدا على أهمية اتباع أحدث الأسليب العلمية في التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدعم الجهود الوطنية المخلصة وإعلاء مصلحة الوطن واستمع القائد العام للقوات المسلحة لآراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية معربا عن تقديره لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث متغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري اشتركوا في القناة